قال مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني رائد النمس لقناة الجزائر الدولية إنه تم استقبال 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية عبر معبر رفح البري بالإضافة إلى شاحنة أخرى محملة بالغاز والوقود إلى القطاع آملا في أن تساهم هذه المساعدات في تلبية الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع قمنا باستقبال نحو 130 شاحنة محملة بالمسلزمات الطبية والمواد الإغاثية والمسلزمات الطبية أيضا وهناك عدد من الشاحنات التي جاءت محملة بالغاز والوقود والذي هو طبعا مهم الآن جدا في ظل التواصل العدوان الإسرائيلي لأكثر من خمسين يوما على سكان قطاع غزة ومعاناتهم من عدم توفر الكهرباء والمياه وبالتالي هناك كانت عدة مشاكل مركبة يعاني من قطاع غزة نأمل في هذه الفترة وفترة الهدوء وإدخال المساعدات أن تساهم في تلبية احتياجات الحد الأدنى ترجمة نانسي قنقر